السلام عليكم مرحبا بكم في قناة الكوكتيل الجديدة اليوم بإذن الله تعالى سنقدم لكم الطريقة الأصلية للمفتول الفلسطيني على طريقة جداتنا وخاصة طريقة أهل حمامة قرية حمامة طريقة طبعا بالدقيق القمح الكامل بنخالة هذه هي الطريقة الأصلية انظروا إلى حبات المفتول ما أصغرها وما أجمالها ما شاء الله تبارك ربي تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله انظروا هذا المفتول يمكنكم أن تأكلوا هكذا بدون اليخنة وبدون أيضا أي لحم فهو هكذا لذيذ وطعمه شهي ما شاء الله وأيضا سوف نخبركم بطريقة المفتول كما يفعله بعض القرى وخصوصا أهلنا في الضفة الغربية مثلا وفي لبنان يعملون بالبرغل والدقيق يعني يضعون برغل مع دقيق ملعقتين برغل مثلا مع كبشة من الدقيق ومن ثم يرشون الماء ويفسلونه المكونات المكونات المفتول أولا أقول لكم يا أخواتي أن المفتول ليس بصعب وأنه يعني ليس صعب وليس مستحيل ولكن يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى إرادة وليس صعب المكوناته سهلة للغاية وهي دقيقة كامل بنخالته ماء فاتر قليلا مع ملح ومن ثم نبدأ بوضع الدقيق ونرش الماء كالمطر ونرش الماء كالمطر هذه هي أخواتي طريقة أهل الضفة الغربية حباتها تطلع كبيرة نضع برغل ودقيق ونفتل نفتل بشكل باليد اليمنى ونرش الماء باليد اليسرى وعند فاتله نضع قليل من زيت الزيتون ونفتل قليلا حتى لا تلتصق حبات المفتول مع بعضها البعض طريقة الفاتل أخواتي سهلة جدا هي حركة دائرية مرتين باليد اليمنى تعمل حركة نصف دائرة مرتين باليد اليمنى وحركة باليد اليسار للجهة إلى الداخل يعني حركة هذه هي طريقة الفتل طريقة سهلة ليست صعبة ولكن تحتاج إلى وقت في الفتل تصبح حبات المفتول هكذا تحتاج وقت ربما تحتاج ساعة لجعل المفتول هكذا دوائر صغيرة وأحيانا هناك من يعمل المفتول يمكن أن يفتله وتكون كبيرة ثم يضعه على الكربالة وينزل المفتول على الكربالة هذه هي حبات المفتول الفتل يا أخوتي ليست صعب كما أخبرناكم والطريقة الأصلية للمفتول والطعم الشهي والأصل واللذيذ هي بالدقيق القمح الكامل هناك من يضع قليل من السميد ولكن نحن لسنا بحاجة للسميد لأن دقيق القمح الكامل موجود أو به نخالة تشبه السميد خالة صغيرة يمكنكم وضع ملعقتين من السميد سميد القمح وهناك من يضع بعض من دقيق الشعير أيضا لا مانع من ذلك فهو يوطي مضاق لذيذ ها هي حبات المفتول أخبرناكم عندما نفت الكمية كمية ها هي الحركة لفتين بي اليمين ولفة إلى الداخل بي اليد الشمال وهذه الحركة أيضا نظروا إلى هذه الحركات ها هي حركات الفتل ها هي لكن عليك أن تستمر بهذه الحركات نستمرتي بهذه الحركات سوف تفتل معاك دون الحاجة إليك الربالة المهم نحن في البداية نضع دقيق ثم نرش الماء كالمطر رش خفيف ونفت البي اليد اليمنى حتى ننهي كمية أو ننهي مدى احتياجها للماء ومن ثم نفت البي اليدين اليد اليمنى واليد اليسرى هذه حبات المفتول بالدقيق القمح الكامل تكون صغيرة نحن نحبها هكذا تكون صغيرة وهي الطريقة الأصلية طريقة الدقيق الكامل ها هو لقد قمد بفتل كيلو ونصف من دقيق القمح الكامل وهذه الكمية تكفي 8 أشخاص هذه هي المفتولية التي نضع عليها المفتول على النار نضعه مرتين طبعا مرة الأولى دون دقة ها هو أولا قبل أي شيء نذهن المفتولية بزيت الزيتون ونكون قد وضعنا الماء في الطنجرة وجعلناه يغلي ثم نضع المفتولية والمفتول بالتدريج نضعه وبعد ذلك نجعله ساعة مج الساعة على النار وعندما نرى أن البخار بدأ يخرج واستغير لونه نمسك الملعقة ونحرك نضعها في الداخل نحركها كما نحرك الكعكة حتى يخرج البخار جيدا وإذا بلغر عندما نسمع لها صوت قبل يعني أن هذا المفتول قد أتم استوائه كما أني قد وضعت قطعة قماش فوق المفتولية المهم بعد ذلك بعد الاستباء نسكبه في الوعاء الكبير ونضع عليه ماء نضع الماء الفاتر بعد وضع الماء تقريبا الكيلو نصف وضعت كوب كبير من الماء وحركنا حتى تتفتح حبات المفتول في هذا الوقت نكون قد جهزنا دقة المفتول وهي عبارة عن البصل نقطعه مكعبات والفلفل الأخضر نقطعه أيضا مكعبات صغيرة ومن البذور هناك حب الجرادة أو الشابت الناشف ها هي تعطيه طعم جميل جدا وأيضا الشطة مطحون خشنة تعطي طعم ومضاق لذيذ ندق هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تدخل النكهات مع بعضها ندقها جيدا ونضع أيضا الملح والكمون في هذه المرحلة نكون قد غلينا الماء أيضا سواء نكون قد أو الماء يكون مغلي ولكن نوطي الغاز عليه هيا ثم ندهن المفتولية بزيت الزيتون ونضع المفتول بالتدريج الكمية هذه هي كمية ليس كثيرة فلا نحتاج إلى أعمل طبقات كثيرة هي هنا طبقتين طبقة أولى ثم الحشوة ثم طبقة ثانية إذا كانت تكمية المفتول كثيرة نضع طبقة أولى ثم نجعل البخار يخرج منها ثم نضع الدقة ومن بعد ذلك نضع الطبقة الأخرى من المفتول ثم نجعل البخار يخرج أيضا للخارج وبعد ذلك نضع طبقة أخرى من الدقة ثم طبقة أخرى من المفتول وهكذا حتى أن تمتلئ نضع طبعا بالتدريج حتى لا يخبص معنى المفتول نضع الكمية آآ ليس آآ دبة واحدة نضعه بهدوء ثم نضع الدقة نضع دقة المفتول ونحركها أو نضع دقة المفتول على كل مستوى الطبقة نفردها جيدا نظروا على البخار يخرج عندما خرج البخار وضعنا الدقة وهكذا وضعنا جميع الدقة ثم بعد ذلك نقوم بوضع ثم بعد ذلك نقوم بوضع باقي المفتول المفتول قلت لكم ليس كثيرا فوضعنا طبقتين فقط إذا كان المفتول كميات أكبر نضع كمية كمية ونضع طبقة من المفتول ثم طبقة من الدقة ثم طبقة أخرى من المفتول ثم طبقة أخرى من الدقة وهكذا ثم نغطيها بقطع من القماش حتى يتوزع البخار جيداً نكمل استوائه للمرة الثانية للمرة الثانية حتى للمرة الثانية سوف أخرج سوف أخرج حتى إلى المرة الثانية للمرة الثانية للمرة الثانية استوائنا بلدية أو سمنة حيوانية أو زبدة بلدية زبدة حيوانية أيضا يفضل زبدة حيوانية وسمنا حيوانية لنضع ملعقتين منها على المفتول عند استوائه هكذا تم استوائي المفتول بعد ساعة أخرى نسكبه في الصينية الكبيرة ونضع ملعقتين الزبدة أو السمنة الحيوانية ونضع أيضا كوب شاي من زيت الزيتون لأنه يعطيه مضاق طيب ولديد جدا السمنة الهيوانية أو البلدية مع زيت الزيتون البلدي يعطي المفتول طعم لديد جدا ندفن السمن بالداخل وزيت الزيتون فتسيح بداخله ثم نحرك لذلك نحرك المفتول وماشاء الله الرائحة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله رائحته مشاهية وجميلة ووالله إنه لا يأكل هكذا بدون الحاجة إلى بدون الحاجة إلى لحم أو يخنى يمكنكم أكله هكذا ولكن هناك الكثير من من يطبخون على المفتول ولكن يفضل أن يقومون بطهي الدجاج بلدي أو اللحم يعني يكون ضأن مع المفتول غير ذلك يكون غير غير أصلي يعني إذا قمتم بعمل إذا قمتم بعمل لحوم بجوار المفتول يفضل طبعا البلدي ويفضل أضأن هكذا حتى يصبح الطبق طبق مفتول أصلي على أصوله على طريقة جداتنا طريقة أهلنا وأجدادنا رحمة الله عليهم ها هي الطريقة الأصلية طريقة جداتنا طريقة أهل البلد طريقة الصحية أيضا الطريقة الصحية لعمل المفتول أما بالنسبة لليخنة فمكوناتها القرع البلدي وهو موسمه الآن نقطعه نقطعه مكعبات نقسله ونقشره ثم نقطعه مكعبات وأيضا البندورة نقطعها مكعبات ونجعل الحبة كما هي حتى لا تدوب والبصل أيضا شرائح كبيرة أربع شرائح من نفس البصل لا تكون كبيرة ونظر هكذا واليقطين والقرع القرع هذا البلدي نقسله جيدا وطريقة البلدي موجودة عندي في القناة يمكنكم مشاهدتها وإذا نضع الحمص الحمص نقوم بنقعه ثم سلقه وفي الآخر نضعه في اليخنة نحوس البصل قليلا بالزيت البلدي ثم نضع القرع هذا القرع نضع القرع ونحرك وبعد ذلك نضع البندورة أيضا نحن لا نحتاج إلى ماء كثير لا نحتاج إلى ماء كثير في هذه اليخنة فعلى استواء الخضروات على ماء الخضروات نكتفي بماء الخضروات وبالقليل من ماء المرقة ممكن أن تضعي ماء أو مرقة قليل يعني ما يقارب كوب يعني ونضع أيضا قرنين فلفل أخضر على اليخنة هذه اليخنة التي نضعها على المفتول وتأكل مع المفتول ومن ثم نضع بالأخير الحمص المسلوق ونحرك نضع القليل من الملح والفلفل المفتول وأيضا القليل من الكمون الكمون يجب أن يكون صديق للمفتول للحمص والبقليات وين وله الحمص المسلوق وهي اليخنية هذا هو البلد قد تم استوائه لا يوجد به لحم كثير لأن البلد يعيش على طبيعة ليس كالرومي أو الدجاج الرومي فهو يتغدى على الأعلاف ويسمن بسرعة وهو غير صحي أيضا ها هي المفتول وهي طريقة المفتول قمنا بعمل طريقة المفتول نتمنى منكم تجربتها ولا صعب وليس مستحيل وليست صعبة قموا بها وان شاء الله سوف تحبون الطريقة وتحبون طعمها واشكركم جدا على المتابعة وإلى اللقاء